أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ليهدي إله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شركة وشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من عمى رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يمع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله مصد على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما داركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعده ما عشر المسلمين والمسلمات الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الكتاب على هذه الأمة وهو الكتاب المعجز الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على نبيه إنما يتطرق في موضوعاته إلى شيء واحد والمسلم يتطرق في إيهة المسلمين الناس إلى القرآن مع الإنسان هذا الإنسان الذي يخصى الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث إما أن القرآن يتطرق مع الإنسان وإما أنه يتطرق عن الإنسان فهذا الإنسان الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن أنزله لتقوين حياته وجعل ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن إعجازا خارقا لا يقوم أمامه ولا يستطيع أن يدعه أحد إلى قيام الساعة هذا القرآن هذا qui est entre nous mains c'est un prodige, c'est un miracle que personne ne peut le dessoudre personne ne peut se mettre devant par rapport à la force que ce القرآن il tient dans ses paroles et dans ses ordres et prescriptions فمظروا إلا هذا القرآن أنا أعلم أننا نحن المسلمون القرآن من نسبة إلينا كلامنا نقرأوا في المعافل quand il y a un décès, on lit le القرآن quand il y a un souci, quelqu'un qui ne dort pas le soir on doit lui réciter un peu de القرآن quand on est très content et qu'on est dans un mariage on peut parler au القرآن parce que le القرآن ne va pas avec les noms très festifs et joyeux فقصنا نشوفوا شي حاجة فيها البكاء وفيها الأساء وفيها الحزن وفيها الشجن وفيها المشاكل ثم نأتي بالقرآن وكأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليقدر على الناس حياتهم وليحول بينهم وبين العيش الكريم في هذه الدنيا والقرآن والقرآن et en plus de ça quand on est dans un endroit où le Coran, déjà dans nos pays musulmans, les gens s'intéressent de moins en moins le Coran et si vous faites des statistiques combien de gens dans la région la grande région de l'Otégaronne combien de gens apprennent le Coran et qui deviennent très mieux pour l'ents et qui leur wiret les ressources dans la région qui leur disait qu'un imam n'est pas c'est l'imam n'est pas c'est l'imam dans la musulman qui répondent sur le Coran il a dit dans la région je suis un monde qui veut dire qu'il est qui veut dire qu'il est le Coran le Coran nous sommes dans la région où plein d'autres qui voulaient que le Coran il met Auf diegarde un Riz il le connaît bien ونستطوى جميعاً استعمالياتي لا مجميل بفوق جميعاً لكن تشوف بأن القرآن غادي والناس كتبعد منه حتى الحفظه يلا بقاش إنسان يصنع كل والله الحاج كل عد رب الناس بارك عليه قل يا أهلا كافلوا من ساها ميكي يقرأ قل يا لنجي قلبها قلت قلبها صاف الماء وماش يشغلوا لكن يمكن يجير إنسان من النطر في اللي تخفى النطر لنجي اللي تخفى النطر لأننا سننحن نبقى لأننا سننبقى هل هناك وردات إذا لم تتعلم القرآن و لم تتعلم أية و جوجة فلا سننبقى أين سننبقى؟ كيف سننبقى؟ كيف سننبقى؟ كيف سنبقى؟ سبحانه وتعالى السفر ما يفعل؟ عندما يأتي إلى المصحف و يقول الزربية نقول الزرب و يقول الزرب و يقول الزرب إذا أنت وحبك إذا أنت تتعلم إذا أنت تتعلم إذا انظر إلى الانبقى و إلى أن تتعلم و المشكلة لأننا هو أن الله سبحانه وتعالى هذا هو إنه نبقى هذا هو إنه نبقى و لكن يقول الزربة هنا on doit avoir cette information à travers un musulman à travers des dents musulmans qui nous montrent parfois ce qu'on a comme trésor or on ne fait pas attention à ce trésor لذلك هنا الوما تعيز الوما بالله كانت واحد الوما بداوية قاروية كتعيش في البالية يومن متaca لذلك он لا 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 يومن بداية دائن لقد يَعَنْ يُشَيْنِي قَادِينَ سُحتى الله تعالى كما نحصل على ذلك وَعَبَ حَلَى حَلَا عَيْدًا إِلَيْحِ طَالَقَ ، إِلَيْحِ طَخَى قناة القناة ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر عندما يفعله سلامة عندما تقوم بل Things وصل الجهور فيماspring ih لديك عم Nast الآن تطور تنجح وسكن وفي يتبع للمنتحدة там يك BRIP demonstrated ينتون لأنها قريزة هناك جديد وعان بينه ليس لطبيع بن ماذا يبدو في braucht لا يستعيد لو كدمة هناليا سهل في 13-15 سنسخين إذا أزرقك إلى الأراضي أو الأمر أزرقه أو الأمر أزرقه indo طالعاً أو الأمر أراضي الذي يجعل يتفرسه لذلك الرمضان لذلك الرمضان مرة أخرى يتفرسة إلى أراضي لذلك السبب ويقومون فيها كنا شخص سيطره اللي اللي باونكو يشوفي مش بحال واحد داخل ما سخوش والناس كتجري هذه الساعة هو واحد بغي يدخل يجري معاهم فلذلك هذا بالنسبة لشعبان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يوقعوا فيه عبادات يغفل عنها كثير من الناس وكلما أوقع العبد عبادة لا يوقعها غيره إلا أخذ أجرها وَأَجْرَ مَنْ غَفَلَا عَنْهَا فَيَكُونُ لَوَأَجْرُونُ وَفِيَهُ إِنْشَاءَ اللَّهُ وَتَعْلَى à chaque fois qu'il y a une adoration dont beaucoup de gens sont inattentifs ils ne la font pas et que quelqu'un الله سبحانه وتعالى à la pratiquer à la faire il aura la récompense de tous ces gens qui n'ont pas eu la possibilité de faire cette adoration est de la humeur qui n'ont pas eu de la haine de la humeur par exemple c'est la humeur d'un seigneur uneTA humeur uneTA humeur la humeur et le alta à cette humeur les muslims qui ont eu dans la humeur et les humeurs et les humeurs فهو هذا يعني إذا قتلنا دعاسا السل فإننا لا يكون قوز بالطول بحالة شوية تربح الفلوس بتعديه عن الناس لأنه هو كل الأول ولا فاق الأول ولا جرسرا لعو الشريعة والنول فكيكون نربح الأزر الحديث عند الله سحنا وتعالى هذا بالنسبة للشعبان وورد الله سحنا وتعالى كي بغينا نقيم فيه العبادات شعبان هذا رجوع إلى الله سحنا وتعالى القرآن في شعبان ليتحيى الإنسان إلى رمضان ثم شعبان حدث فيه حالث عظيم هو تحول قبل لأن المجموع دبيل فزي طالة بخير على ديركشن ده الكعبة فزي طالة بخير على ديركشن تحجير زالي القدس فالأول مكان اللبي صعصي يصلي كان يصلي إلى بيت المقدس لما كان في مكة كان يصلي يصلي يمع البيت كان يصلي يمع البيت كان يصلي يمع البيت كان يصلي يمع البيت أنه يصلي يمع البيت وكان يصلي يمع البيت المجموع aaa لست نغسط المرحة انتقاريون اقول اعلى ... يعجبpert غرأن مع تلك اخرج فى الأغись الألوم أقلedomيت التالي لكن بدأت أنـم إلى الأ 가장 بالدعم والإمكان الذي لا يشغل هذا الولوجين. بأستنوع Nietzsche سنة لا تشغل estable. فهو يوزف له الذين لا يشغل لذين. هذا يقول نحن الحراب هو 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 المسؤولي والخبار. فهو هذا النابي صلى الله عليه وسلم يتكرون. وهو حق صلى الله عليه وسلم يتكرون لذين. الله سبحانه وتعالى في شعبه فلوغان شعبان il a ordoné il a donné la permission في شعبان يعني parler les paroles يعني les paroles des savants les plus فارغر أعلم كيف يتو شعبان جمه دار أعجاب كيف يتواجم معنا شعبان قال فجاءه العوحي نبي سعى السالة ولي سنة العصر وليس يتواجم فرق العصر ويجبني قال أنه تجد تتورني تجد 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 فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وتحول المسلمين معه إلى بيت الله الحرام ils ont changé la direction en faisant la prière un compagnon qui était présent avec le Premier صلى الله عليه وسلم en rentrant chez lui il a rencontré un ensemble de fidèles en train de faire la prière وعجعوه إلى صحابي البعيس وقاله بالجوعة تصلي فقالهم والله إني شاهدتوا وعالرسول صلى الله عليه وسلم لقلities حرام وقاله بالجوعة وقاله Jill اجولتะ لقاء اجولتح�GER في نفس الاول كل مانتحاول جاءتidé النام ف قال C'est les gens de la science فيقولون هذا لو كان على الحق لن يكون له ليغير القبلة سيلة سورة واشنال لماذا يسون زوري شك فوالا ديركسيون ما يمكنش إذن فهذا سيطال الروفيت سيطال موضوع ما يمكنش أن يكون سواء قبل لماذا يعود يمشير كل دهانك سبلي قبل فلا يمكن إذن فبدو كي يعير النبي صلى الله شوف لأجزام شوف لأجزام شوف لأجزام وكم بكثرة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فالقيم يخسروا جد مليون بالدولار يوم الاثنين لكن في ذاك العام يخسروا 15 مليار بالدولار باش يوقفوه من الحاج متاع الخمر أنا أكبر القرآن قال لهم إنما الخمر والميسر والأنصار إنما الخمر والميسر والقبار والقراطي قد تخلق القشي باسا لكن الحشم لا يعجبين بكل هذا البيض القبر وفي ذلك فالقراء كان الحشم برص هذا الكسي فيك يشوفه وتل عيالات ومراكد تدخل كتل دير وعندها سبعين عام ها الأن بحتية فلوسة تغيطين بيضا إلا يعني أكثر فلوسة بيضا يعني ما هذا البيه هم غاية في انه تصريح قبر دياله وفلوس بالحرام ها سيب يبقى؟ تمشي تحجز بالحرام؟ تصريح تغطر الحرام؟ تركب بالحرام؟ يقبروك بالحرام؟ فيه غاية تيب لبها تيباع اليوم مصيبة هذي فلذلك قلت الله سبحانه وتعالى يبقى أدرجي ولا أن تغدير كبير شوز دوسري قال لهم فهل أنتم موتهم؟ قالوا انتهينا أولي هل أنتم موتهم؟ قالوا انتهينا أولي هل أنتم موتهم؟ قالوا انتهينا أولي سألينها ثم إذا قال لهم ما ننسخني الآية أو ننصيها نكتبعي خيري منها أو نفيها هل تتعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هل تتعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هل تتعلم أن الله على كل شيء قدير؟ سبحانه وتعالى قالوا انت تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هل تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بل إسرائيل نعم وريز قد قللوا لله وهل يعجبتنا؟ وهل ما يعجبتناش؟ تؤمنون لبعضهم وتخفضون لبعض تقول حقا عجبتني هل يرضي لها منه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم كالصوم هل يتعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لأني اتعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فإذن la préparation إذن عليك أن تتبع رسولك صلى الله عليه وسلم تجلس لسير تجلس لسير تجلس لسير إذن هذه هي la deuxième chose la troisième chose ذكر الله سبحانه وتعالى البيت هذا يعني البيت حرام ما دمر الله سبحانه وتعالى فقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقابي إبراهيم أو واتخذوا من مقابي إبراهيم مصلى maintenant il va commencer à montrer l'importance de cette demeure dans les cœurs des croyants إذ جعلنا البيت مثابة معنا مثابة أيثوه الناس إليه مرة بعد مرة لحبهم لذلك البيت ولي عشقهم له ولي محبتهم محبتهم له ولي ولي التعظيم الذي جعله الله سعادة في قنو من مقابي إبراهيم إليه vous devez vous allez revenir chaque fois vers cette demeure parce que c'est moi qui a inculqué l'amour de ce 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 لا في اكتب الفيديو لا اعني أسرع لا توجه لا هنا وعندنا إلى إبراهيم أو إسماعيل أن تطهيرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يحاول على البيت главное تفضلوا من خطار المبارد في البريفية وهذا دليل على أن المسجد تزرعوا ويقفوا فيها تزرعوا فيها تزرعوا فيها قالوا أول حاجة قبل أن يبليوا قالوا من القيوم هذا قد برؤمور تلكم انطح لبعبيتي للطارفين والعاكفين والركع السجود ثم قالوا من خطار المبارد ويجافعوا إبراهيم والقضاع فإذا كانوا يجب أن يكونوا فإذا كانوا يجب أن تطهير المبيت أو قيمة المبيت أو يجب أن تكونوا في المسلم على المبيت بعد أن يقولوا ويجب أن تقلل الواجهة لكي تسجدوا فإذا كانوا يجب أن تطهير إلى الواجهة لكي تسجدوا ثم إلى سيكوة رأس في الموسي قبل الله سبحانه وتعالى قبل الله سبحانه وتعالى قبل الله سبحانه وتعالى قبل الله سبحانه وتعالى أو Cornell سبحانه وتعالى قبل الله سبحانه وتعالى موجودين no crette أنه صباح أظل و يوجد من유를 يجب أن يوجد نفسه أن هذا لا يوجد التعادل لا أريدinn أن أعبر الأن الذي ست hitch مזה أخبه أخبه وأablo 03 tan البرhora وما يقولون... ما أنت لا تؤمن لكم، لا يؤمن ويحترين... وكل أحترم الإنسان على الهدف جيناً شرتون لك صح تيختار ديوط صح يعيش عادتش كي يجبوا الإنسان يقولوا تسماني يمكنش يقولوا ناسب على الرجل فلذلك قال سيقول السفهة أشكروا ما السفهة؟ السفيع مثل عربية كلمة السفيع يقول تقول العربو ثوب سفيع يعني رقيق بزاق تعقول يعني يقول ثوب سفيع رقيق بزاق ولي سفيع قالوا تيكون خفيف يعني عقله خفيف رغم أن عندهم علم وصفهم القرآن باستفاها لأن العلم بالصح هو منين تكون صدقة تصدق منين يكون الخير تكون تلول هذا هو العقل العقل الخفيف هو منك يكون الخير كثرة هذا هو القرآن سيقول السفهة أدواء هالكتال رايز العلم القرآن هذو أحبار تلجان دو سيونس ماذا قالوا ساكين رايز أرقاق الدين أرقاق العقل سيقول السفهة أدواء ماذا قالوا ساكين رايز يقول السفهة أدواء يقول السفهة أخفيف لأنه يسألونك عن المحير قل هو أذن فاعتزلوا أنه جو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحج لكن الذين قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا بحال تبيع بحال تسجل تسجل انت يسكت كري وتعطي عملة تبقى تضيع فلوس ذكرى ومن طعاك تقتل تخلص الفلوس لك قالوا الله وأحل الله البيع وحرم هذه بلدنا شي سؤال قالوا ما أدري معكم وشي حال أربي لي خلقنا قالوا لك هذي حلال وهذي حرام شو يمكنك تقول لك شو يمكنك تقول لك ما أعطل الجامل ونحن لحلل هذه وحرم هذه وحللنا أنا بغير أحلل هذه وأحرم هذه يالله شو واحد بغيروني براستي يحلل هذه وحرم هذه كاين توحد من يقبلكم فإذلك قالوا الله ما قال لله قل بذلك المشرق والمغرب يهدي من يشاو إلى صراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وصلاة وصلاة في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اغفر لنا أجمعين والتربية أقدامنا والمسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإصراطنا في أمرنا والتربية أقدامنا وصرنا على القوم الكافر اللهم لا تلعفين ولا دمنا ولا معنى شقي ولا الحومة اللهم إنا نسألك أبارك والجنة نعود بك نستخذك من النار اللهم إنا نسألك من كل خير نسألك من عبدك ونبيك الحمد صلى الله عليه وسلم نعود بك من كل شهر استعاد بك من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدئنا أنا وأبناء أنسنين إذنا وإياهم صراطك المستقيم جنبنا وإياهم الفتأ ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا وإياهم من شر كل ذي شر اللهم يا رب العالم من الشمرضان ومرضى المسلمين اللهم من كان مريضا في هذا الجمع الطيب المبارك عافي وشافي المسألين وعليه لباس العافية والتقوى اللهم إذا نسألك أرحم الراحمين رحمتك ومنتك وفضلك اللهم يا رب العالمين وافتقنا بالعمل في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام اشتركوا في القناة